السيناريوهات التلاتة للتعامل مع المدني من الأقل إلى الأعنف مروراً بالمرحلة الوسطى اللي هي الأفضل نقدر نتكلم عنها إزاي؟ طيب هو في الأول مرض الإدمان من الأمراض صعوبتها في أنه بيبتدي بالتدريج يعني اكتشافه بياخد وقت ما بيبقاش صعب يعني أنا ما بلاقيش علامات واضحة على طول على الإبن أو البنت اللي في البيت فأقول آه ده واحد اتنين ثلاثة كده بقى مدمن لا هي بتحصل بالتدريج يعني بتبتدي الخسائر أو المشاكل تبدأ بالتدريج عشان كده بياخد وقت عبال ما بيكتشف لأنه في البداية هو الحاجات ممكن تبتدي ببساطة تغيرات بسيطة في السلوك بتبتدي بإهمال دراسي فنقول مثلا لا ده المراتي أنه هو أو هي مكتئبة شوية أو ضغوط شوية فالأهالي بيبرروا بيلاقوا تبريرات لكن دلوقتي بقى فيه انتباه أكتر بقى فيه ثقافة أعلى ووعي أكتر بين الأسر عشان الاكتشاف المبكر عشان ما نقدرش نقعد لحد ما يبقى فيه خسائر كبيرة قوي وبنبتدي نتدخل ففيه بقى تعلامات واضحة وبقى فيه تركيز على زيادة لوعي الأسر والمجتمع بالعلامات دي أنه إحنا بنبقى فاهمين ولدنا كويس وعارفينهم وعارفين صفاتهم الشخصية وملامحهم الشخصية فبنبتدي نركز مع الصعوبات اللي بتظهر عليهم دراسيا بدأ يبقى فيه مشاكل اجتماعيا بدأ يبقى فيه انعزال بقى يعد لوحده كتير بدأ يبقى علامات على ملامحه يعني بدأت تزيد في الأحمرار فيه عرق فيه طلبات للفلوس أو لماديات أكتر من المعتاد فيه حاجات من أدوات وبدأت تضيع يعني مثلا يجي يقول أن الموبايل بتاعي اتسرق أو ضاع أو ما بقاش موجود بقى فيه شوية علامات بتقول أن إحنا لأ بدري ناخد بالنا أن فيه مشكلة ونبتدي نعمل تقييم للمشكلة دي وده بصراحة المجهودات كتيرة بدأت في الفترة الأخيرة على مستوى الإعلام وعلى مستوى وزارة الصحة وصندوق مكافحة المخدرات علشان نبتدي يبقى فيه فعلا انتباه ووعي مجتمعي وأسري مبكر للتجاوب مع المشكلة دي